السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس رح نشرح عن موضوع بسيط جدا ولكن في نفس الوقت مهم جدا فأريدك تركز ويايا موضوعنا هو هذا الفولدر .next عدنا هذا الفولدر في مشروع next.js أي مشروع next.js اللي تسوي رح يكون عندك هذا الفولدر .next إذا أفتح هذا الفولدر في داخل هذا الفولدر عدنا بعض الملفات والفولدرز من هو هذا الفولدر هذا الفولدر هو البيلد فولدر هو المنتج النهائي طبعا حضرتك مشتغل مع react.js في react عندك البيلد فولدر في react عندك هذا الكماند npm run build في react من تعمل run لهذا الكماند مكتبة react في داخل مشروعك رح يعمل فولدر جديد ويسميه build ورح يخلي كل التطبيق أو بعبارة أخرى المنتج النهائي لتطبيق مالتك في هذا الفولدر اللي اسمه build وحضرتك رح تخلي هذا الفولدر وين في البرودكشن في الاستضافة أو الهوست اللي عندك في next.js هذا الفولدر هو البيلد فولدر dot next يعني المنتج النهائي لهذا المشروع رح يكون في هذا الفولدر طبعا احنا نعرف عندنا بيئة التطوير development environment البيئة التطوير هي بيئة اللي نكتب بها كود مثل هذا app directory component كل هذا الكود كل هذه الملفات هي بيئة التطوير احنا كمبرمجين نشتغل في هذه البيئة يعني نطور المشروع مالتنا في هذه البيئة ولكن احنا ما نخلي هذا الكود في البرودكشن في next.js احنا نخلي الnext فولدر في بروودكشن يعني الnext يعمل بعض العمليات على هذه الملفات ويخلي المنتج النهائي الكود النهائي في هذا الفولدر dot next وهذا رح يكون البرودكشن فولدر تخلي هذا الفولدر في الهوست مالتك فهذا هو ال dot next فولدر هو المنتج النهائي ال distribution distribution folder ولكن يمكن تسأل وتقول انا ما عملت run ل npm run build يعني انت لازم تعمل run لهذا الكماند خلي افتح ال package json في next.js عندك هذا الكماند build من تشغل هذا الامر في الترمينال هذا رح يشغل next build وهذا رح يبني المنتج النهائي على اساس هذا المشروع رح يبني المنتج النهائي ويخلي النتيجة في dot next وبعديا تقدر تخلي هذا الفولدر في الهوست مالتك ولكن انت رح تقول انا ما عملت run لهذا الكماند فلياش عندي هذا الفولدر next.js هو اللي عامل هذا الفولدر في ال development لياش لان احنا من نشغل المشروع next.js مع هذا الامر div نشغل هذا المشروع على المتصفح ايضا هذا الفولدر رح يساعد على تشغيل المشروع على المتصفح فصح هو المنتج النهائي ولكن في نفس الوقت ايضا عنده بعض الاستفادة في development لهذا السبب هو موجود في development ومن اهم الاشياء اللي موجود في هذا الفولدر ونستفاد منه في development هو الكاش تحدثنا عن الكاش سيستم في الدرس السابق هذا هو الكاش سيستم في next.js والnext.js يخزن البيانات في ملفات يعني الكاش سيستم في next.js يخزن البيانات في ملفات واحنا اصلا ما لنا شغل بهذه الفولدرات والملفات مجرد لازم نعرف شنو هذا الفولدر ال.next هسه رح تقول هل حاليا هذا ال.next جاهز للproduction طبعا لا لازم تعمل run لهذا الكمان npm run build بعدين رح يكون جاهز خليني افتح terminal واكتب npm run build فهذا رح يعمل build لهذا المشروع ويخلي المنتج النهائي في dot next طبعا تاخذ بعض الدغائر يمكن دقيقتين اربعة دغائر خمس دغائر حسب مشروعك جميل كمل ال build عمل ال build للمشروع وينطاني المنتج النهائي في folder.next اذا تلاحظ هنا ينطيني بعض المعلومات انا رح اتحدث عن هذه الاشياء في الدرس القادم هنا يقول لك هذا الايكون يعني aesthetic وهذا الايكون يعني dynamic رح نتحدث عن هذه المواضيع في الدرس القادم فحاليا انا ما اريد اخلي هذا المشروع في ال host ولكن اريد اشوف المنتج النهائي في المتصفح مالتي على حاسبتي هل نقدر نعمل هذا الشيء؟ طبعا مع هذا الامر npm start فبعد ما عملت build للمشروع اعمل run لهذا الكمان npm start هذا رح يشغل هذا المشروع في المتصفح مالتي على حاسبتي ولكن ال production اذا نعمل run لهذا npm run div يشغل المشروع في بيئة ال development ولكن هذا ال start يشغل المشروع في بيئة ال production في بيئة الانتاج ولكن قبلها لازم تعمل build بعدين تكتب npm start حتى تشوف مشروعك كيف يشغل في ال production فاكتب npm start فاكتب npm start يقول المشروع يشغل على localhost 3000 اكتب http localhost 3000 جميل هذا هو مشروعنا شغلنا المشروع في بيئة ال production على ال localhost افتح ال articles page اذا تلاحظ المشروع اللي يشغل في ال production يعني مشروع ال next.js هو اسرع من ال development كل شي تمام فبهذا الشكل قبل ما نعمل deploy للمشروع ال next.js على host معين نقدر نشوف اسلوب الموقع مالتنا في ال localhost في الحاسبة المحلية اللي عندك جميل فهذه الفكرة كانت من هذا الدرس في الدرس القادم راح نتحدث عن هذه المواضيع عن السيرفر side rendering و client side rendering ورح نعرف شنو هذه الاشياء شكرا لكم واشوفكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة